نجح فريق من الباحثين من أجامعتين ألمانيتين بالتعاون مع المركز القومي لبحثة بالقاهرة في التوصل إلى بعض أسرار عملية التحنيط عند المصري القديم والمواد المستخدمة فيها وذلك من خلال تحليل البقايا العضوية التي تم العصور عليها داخل الأواني الفخارية المكتشفة بورشة التحنيط التي اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية الألمانية بسقارة عام 2018 وذلك ضمن مشروع مقابر العصر الصاوي عثرت البعثة خلال أعمالها على أسماء البقايا العضوية المستخدمة خلال عملية التحنيط مكتوبة باللغة المصرية القديمة على سطح الأواني الفخارية بالإضافة إلى أسماء الأعضاء وأجزاء جسد المتوفى التي استخدمت بها تلك المواد العضوية أثناء مراحل عملية التحنيط ترجمة نانسي قنقر